منشطات الصحف العالمية بتتكلم ازاي على التضخم وعلى الاسعار ايه والزيادات ايه والكهربا طالعة ازاي والغاز ايه والبترول ايه والامح والسكر والزيت وكل ده وده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هقول لكم رقم رقم ده رقم كمعلومة يعني معلومة ليا وقولها لحضراتكم في مايو اللي فات فقط فقط شهر اللي فات بس مليار دولار سلع غزائية الاساسية في الشهر مايو الماضي فقط فاتورة استيراد السلع الاساسية بس مليار دولار طيب ضيف عليها رقم اخر مهم تعرفوه 300 مليون دولار ادوية 300 مليون دولار يبقى انا بتكلم على سلع اساسية بس مليار دولار في مايو زائد 300 مليون دولار فقط للادوية رقم ادوية نتكلم مليار و300 دولار انا بتكلم على شهر الفاتورة دي بتعني ايه حضرتك بتعني قراءة كده بسيطة لاي حد بيحلل سريع بسرعة يعني انه حضرتك عايز في السنة ضعف ارادات قناة السويس اكل اكل فاتورة رئيسية للغذاء ضعف ارادات قناة السويس نقطة ومنول السطر احسب على الرقم ده ارقام اضافية نبقى نبقى حطينها كده تأثير اللي بيجري في العالم علينا واحنا دولة مش دولة عندنا دخل يعني مليار دولار كل يوم ده احنا الحمد لله اه سيد الرئيس النهارده قال تريليون دولار وليه ما يبقوش عشرة تريليون دولار يا رب احنا في وضع كلنا الدولة بتحاول تحاول تتعامل مع هذه الازمات بقدر الامكان بقدر متاح لانه في الاخر انت عندك زدنا في الثمان سنين اللي فاتوا دول حوالي خمساشر مليون تخيل لما كنات زدنا بخمساشر مليون تخيل الوضع وعندك ستين مليون ولا سبعين مليون وبتعملهم اجراءات وبتتبع معهم وستاد الرئيس قالك عدنا سكتين الدولة لم تتحرك لمدة خمسين سنة خمسين سنة ما تحركتش وبتكبر وبتزيد وبدل الاربعين والخمسين مليون وستين وصلت لحد مية واربعة مليون فكل دي زيادات وانت قاعد خمسين سنة كما كنت تخيل لو تحركت من خمسين سنة بتشتغل كنت وصلت النهاردة بقيت ايه؟ اشتركوا في القناة